مرحباً 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 chrome مرحباً 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 هم نشوف الناس دي وقفين وبيطالبوا بمبارة مبارة فعلا ده حقيقي من أول يوم أنا كنت بشوف الكلام ده بنفسي فهم فرحانين قد إيه بسان أنا عايز أقول هنا بقى المرأة المصرية وقد إيه جمال المرأة المصرية جميلة جميلة يعني عايز أقول بص حضرتك أخدت الصورة دي ساعة كم دي أنا خدتها تقريبا في جو المغرب يعني قبل المغرب كده بنص ساعة خلاص بقى الناس بتستعد على أساس يجهزه ينتهو من عمال اليوم وبص نعايز أشوف الإصرار اللي في السيدة اللي هو أفوارة اللي بتساعة جوزة بص حضرتك مسكة تقريبا الشرشرة اللي بتقطع بها البرسيم وقدي إيه وقفها سند لجوزة هكذا السيدة المصرية السيدة المصرية سيدة رائعة ودايما ممتازة ودايما لها مواقف رائعة يعني السيدة المصرية مهما نتكلم السيدة المصرية مش هنقدر نوفيها حقها لأن فعلا الحياة لا نستطيع وجودها من غير السيدات وستطر المصرية فعلا سترقا هنا بقى الله يكون في عون الحملات الإزالة لأن عايز أقول لحضرك أن ده يعني ردم جزء كبير جدا في النيل يعني حاجة مستفزة جدا بالإضافة لأن يعني مش بنى في أراضي زرعية لا ده ردم جزء من النيل وبنى عليه فإحنا عندنا عيب كبير جدا على الشرطة وعلى المرافق فهدد المخالفات اللي هي بتتبني واللي أصبحت قدامنا كتير جدا والمشكلة كبيرة اللي بتعاني مصر منها النهار بس ممكن فعلا الاستفادة فعلا يفند من صورة زي دي سواء للشرطة أو سواء للمرافق أنهم يهتموا ويكونوا عارفين إن في مخالفات بتحصل إحنا عايزين نظر الإعلام يبدأ يتكلم وإحنا بنتكلم كتير جدا بس فعلا الناس أنا شايف بصراح حركة المباني ما زالت مستمر ويمكن في الفترة اللي فاتت كمان في فترة الإنفلات الأمني وما كانش فيه أمني فيه عمرات كتيرة جدا وفيه قرارات إزالة وفيه حالات كتيرة جدا لأسف بس هينفزوا إيه والأعداد كتيرة جدا يعني لايب كبير جدا فعلا على المرافق ولايب كتير جدا على الشرطة يعني إحنا نبدأ بالمخالفات ده فيه ناس طبعا بانوا على أراضي ملك الدولة وأراضي اللي هي طرح البحر يعني أنا عايز أقول ده صورة مستفزة جدا يعني لازم يكون فيها قاب غير الهدد صحيح يردم جزء من النيل ويبنى عليه بالشكل ده ده صعب جدا صحيح شيء صعب ده صورة ليها كانت في أحد الدورات المهنية اللي بتقوم بها نقابة الصحفيين اللي بتقوم دايما بدورها في تعليم الصحفيين هنا بقى ننقل على كابتن حسن شحاتا بيصرف وده صورة حديثة جدا بيصرف الفوايد بتاع قناة السويس فده صورة رائعة وده طبعا كل الناس تعرف مين هو كابتن حسن شحاتا وفضلوا على الكرة المصرية ده كابتن كبير والنهاردة فعلا ده حقيقي ده مش عشان التلفزيون ده إحنا لعناب الصدفة بيصرف الفايدة بتاعة قناة السويس هاي دي برضو نقدر نقول قد إيه الناس كانت كتير جدا في طلب الرئيس السيسي لما طلب أن الناس تشتري شهادات القناة السويس عايز أقول لك زحام حضرك كتير جدا جدا لغاية حتى غلق الباب الساعة خمسة كنا بنلاقي أفوائك كتير جدا جدا وقدر أنه طبعا يحقق اللي محدش حققه أنه في أسبوع يحقق 64 مليار ده كل العالم كله بيتكلم على شعب بيعاني من ثورة ثلاث سنين ويقدر يقدقي الشعب المصر عظيم وبيقف بجوار الدولة فعلا في شدة الأزمات بنلاقي الشعب المصر أزمة الفلوانزة طبعا محيارة الحكومة وفيها أزمة كبيرة جدا وقد إيه ما بناخدش احتياطاتنا وإحنا عايزين نقول أن اللقاية يعني قد إيه السيارات اللي بتحمل الدواجن بتدخل القاهرة وبتخرجه ما فيش رقابة ما فيش ما عندناش الرقابة للأسف اللي تقدر تمنع أو تحدي من هذه المشكلة دي مشكلة كبيرة دايما بتواجه مصر ويعني ربنا نتمنى من الله النوعي يخافف بينا ويلطف بينا والحكومة تقوم بدر أنا عايز معلش نقف هنا قد إيه يعني قد إيه أنا بوجه تحية أولا للجيش المصري كله وأن فعلا مصر حميها عربنا بالجيش المصري وهذا الشيء الوحيد اللي أصبح متمسك بكيانه وقواته وقدرته وده اللي أنقذ مصر الفريق صدق صحي طبعا وزير الدفاع قد إيه أنا بقدي له كل التحية والتقدير ودكتور محمود الهلالي مدير مجمع الطبي بمستشفى المعادي قد إيه ناس عظماء لابد دعوة جدا أنا وقصرتي لما اتصابت في الحدثة وربنا يشفي هاجر بنتي لأنها تعبانة وندعيلها أسأل الناس كلها أنها تدعيلها بالشفاء إن شاء الله طبعا يا فانديم إن شاء الله ربنا يستجيب لدعاء حضرتك ودعاء كل المصريين إن شاء الله عايزة أعرف هل في بعض الأحيان منحتاج للصورة عشان نصحح أخطأنا ونتعلم من ماضينا عشان نحاول نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه هو دايما الصورة بتنقل الواقع ودايما بنقول إن هي بتنقل شيء إيجابي أو شيء سلبي أما بنقل الشيء سلبي بنقول هنا من دوق جرز الإنذار على المسؤولين وعلى الحكومة إنها تنتبه لهذا المكان أو لهذه المخالفات إنهم نبدأ إحنا مش فكر إن إن إحنا أو أي مصور صحفي إنه وين إيه سلبيات بالعكس إحنا منظرة قدام الرأي العام ونظرة قدام المسؤولين عشان يلاقوا ليها علاقة صحيح عشان نتعلم من أخطأنا فعلا ونحن نرسم صورة أفضل للمستقبل بالضبط يا فعلا حضرائك وإنت بتصور الصورة حضرائك بتبقى حسس إن الجزء مهم جدا من الصورة وأحد عناصرها كمان آه طبعا قدقي الواحد صدقيني بيكون سعيد دي مش عشان رئيس قص قدقي الواحد بيكون سعيد لما بينزل الشغل وينزل العمل بنفسه وينزل ميدان العمل ويصور فحس إن فعلا لازم أنزل أنقل واقع حقيقي يعني بحس إن طبعا الصورة الصورة لا تجذب الصورة تنقل واقع وتنقل حقيقة لكل الناس فقدقي الواحد بيكون مستمتع وهو بيمارس ده بنفسه يعني ده شيء جميل وشيء رائع سعيمة أنا لفتت برضو نظري الصورة عن بعض الدورات التدريبية اللي بيتم ملحاما من قبل نقابة الصحفيين عن أهمية هذه التدريبات وأهمية هذه الدورات نقدر أن نقول الأثقال الموهبة والأثقال كمان العمل رأي حدراك في الدورات دي تكون عاملة كاذا؟ والله الدورات اللي بتقوم بها النقابة فعلا هي دورات مهمة وهي أهم حاجة النهاردة إنه قد ايه NORM السلامة المهنية نهاردة بنقدم السلامة المهنية بالإضافة للدورات التدريبية لأن احنا نتدرب إزاي نصور وإزاي نمأ دورات السلامة المهنية ده شيء مهم جدا لأن النهاردة بنعاني فعلا منه في خلال ثلاث سنين الماضية لأن محتاجين فعلا قد إيه سلامة المصور مهمة وقد إيه سلامة المصور الصحفي أنه جزء مهم جدا من كيان الجريدة عشان نهتم به لأنه هو اللي بين الواقع للمشاهدين والمتلقيين صحيح إزاي ممكن فعلا نبرز الجمال الكائن في بعض الأشياء رغم صعوبة الواقع اللي احنا بنعيشه والله أحيانا من قطر المرار اللي بنشوفه أو السوق الحالة السيئة بنبحث عن شيء كل ما هو يعني يبعث في الناس البهجة أو الصرور وندور وده موجود سدقيني برضو مصري مليئة بكل ده برغم الأحزان وإحنا زي مقولول علينا احنا الشعب المصري شعب بنوك ندور على أي حاجة تفرح الشعب المصري وفعلا الشعب المصري شعب رائع وزينا قلت الحضر شعب جميل قد في وقت الشدة ووقت الخطر بيتجمع ويتكاتف مع بعض ودي من مويزات وجمال الشعب المصري هل ممكن بيحتاج المصور الصحفي كل فترة أنه هو يخرج من نطاق الصورة الصحفية وينطلق كده للبحث عن صورة جمالية جميلة المصور الصحفي دائما أبدا بيبحث عن الجديد ودائما أبدا بيوضع نفسه في موضع الخطورة لكي ينقل الحدث كما هو لأن الصورة ما بتجدبش فإحنا قد إيه أن المصورين الصحفيين بيحسوا عن الجديد كل ما هو جديد ما فيش مصور صحفي يقف عند حد معين أو خط معين والصورة اللي بتفرد على حضرتك استخدام نوع العدسات والإضاءة طبعا 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 يعني عايز أقول لحضرك برضو أن المصور الصحفي صدقيني بيشتغل في ظروف صعبة جدا مطلوب منه يجري مطلوب منه يهرب من الأمن أو المتظاهرين في نفس الوقت يستعد بمعداته وأدواته وتغيير العدسات عشان يكون جاهز في جزء من الثانية أو في اللحظة سيد أيمان موسى رئيس قسم التصوير بجري التحرير بشكرك جدا يا فندم على تلبية الدعوة ومرة تانية شفاء إن شاء الله لكل أسرتك وبشكرك جدا أن حضرك جيت وأنا عارف أن حضرك تعبين وحمد الله على سلمة حضرك يا فندم متشكر يا فندم وأتمنى أن مصر إن شاء الله تعبر الفترة اللي جاي ويقادر على كده ومتشكر لكم متشكر كل المصريين اللي قفوا جنبي في الحدثة وطبعا يعني بشكر أساس مصطفى بكري قد إيه إنسان رائع وجميل وقد إيه راجل بمعنى الكلمة إنه أول معارف لبة تحرك بسرعة جدا وكلم سيادة الوزير وأنا فعلا من هنا بشكر لأساس مصطفى بكري وبكنله كل التأدير والإحترام شكرا يا فندم فاصل سريع ونكمل معاكم بقية فكاراتنا فخليكم معنا